حديث عن الاقتصاد ذو شجوع خاصة فيما يتعلق بكل ما يعانيها المواطن اليوم مرتبات لم تأتي إضراب الآن أصبح على قدم وساق بعض المعلمين وفيما أطلق عليه نادي المعلمين وربما البقية تأتي لكن دعني أتحدث معك عن جزئية ميناء الحديدة الذي كان الحوثي قبل حين يقول إذا أتيح لي هذا المنفذ فقط سوف أتكفل بدفع المرتبات الآن الأبواب هناك مفتوحة على مصراعيها ماذا بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا منذ بداية الهدنة تقريبا وبعد الاتفاقات الأخيرة بتسليم الحوثي كل ميناء الحديدة ليس مقصورا فقط كما كان سابقا على المشتقات النفطية منذ اتفاق ستوك هولم والذي تم الاتفاق فيه على أن يقوم الحوثي بمقابل أن يتم تصدير أو إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة أن يقوم بصرف المرتبات وخصصها لذلك حساب خاص في البنك المركزي في فرع الحديدة على أن يتم استغلال كل ما يصل إلى هذا الحساب في صرف المرتبات حدثها فيما بعد مع الهدنة والاتفاقات الأخيرة بأن سلم للحوثي كل ميناء الحديدة وأن يستورد كل البضاء عبره بل بالعكس قام هو بمنع التجار من الاستراد عبر ميناء عدن وبذلك تكون الحكومة خسرت عائد كبير كان يصل إليها بجانب أنها خسرت تصدير النفط كان الاتفاق الأخير خارج الاتفاق ستوك هولم وكان يفترض على الحكومة الشرعية أن تفعل هذا الاتفاق لأنه برعاية أممية والعالم كله يشهد على ذلك وكان أن يتم تخصيص حساب خاص في البنك المركزي الآن الحوثي أخذ الثمرة ولكنه لم يعطي شيء وهذا هي الكارثة التي حصلت الذين استغرب له أن الحكومة أكثر ما قامت به أنكشفت يعني كأنها أخترعت شيء كبير أو كشفت معلومات خطيرة العالم كله يعرف أن الحوثي لديه مليارات رليونات عبر ميناء الحديدة ولا يقوم بتسليمها شيء إذن يعني هنا انتهى دور الحكومة الشرعية بأنكشفت ناهي ماذا تحركت هي تكشف هل تحولت الحكومة كأنها وكالة أخبارية كأنها يعني منشت ظهرت يا الله الآن الباقي تصرف نعم ماذا صنعت يا حكومة هذا السواد الذي كنت أود أن أطرحه عندما ذكرت قبل قليل بأن الأبواب أوصدت على الحكومة ووصلت منافذ ميناء العدن وفتحت هناك في الحديدة وكأن الحوثي هو من يقرر على مرأة مسمع من العالم إذن أين يتمن دور الحكومة والشرعية وأيضا التحالف يعني وكيف لهذا أن يمر فرور الكرام هو فعلاً فعلاً الآن الحكومي هو يقوم بالفعل والحكومة عليها ردة الفعل الآن هذا الذي يحدث منذ أن بعد الهدنة قام الحوثي بعمل تعميم ولا شهروا في كل وسائل الإعلام بأنه أي تهجر سوف يقوم بإستيرات أي بضايع من غير ميناء الحوثي لن تدخل موناظق سيطرتهم ونحن نتحدث عن 70% تقريباً إلى 8% من السكان وامتح سيطرة الحوثي تمام؟ من خلال ثمان سنوات سابقة الكل يعلم أن الحوثي لا يهمه لا تجوي عن ناس ولا يهمه مشتقات نفطية ولا يهمه مواد غذائه ويهمه إيرادات والمشكلة أن الحكومة تقوم بتسليمه حباً حباً يعني الآن سلمته كل شيء تقريباً سلمته من الحديدة سلمته المشتقات النفطية الآن حتى يستورد الغاز عبر ميناء الحديدة إذن ماذا بقي الحكومة الشرعية؟ عليها فقط أن تكشف وأن تندد فقط يعني مثلها مثل أي منظمة حقوقية الوسم الذي أطلقه مؤخراً تحت وسم الحوثي يسرق المرتبات ربما لا قصداً واسعاً الغريب في الموضوع بأنه كشف عن حقائق بالأرقام وبالمليارات وعن واردات ربما تفوق حسبان خبراء الاقتصاد يعني إذا ما كانوا يقرؤون موازنة معينة لسنة معينة السؤال هنا كيف تقرأ ردود الفعل الحوثية تجاه ما يكشف اليوم وأيضاً ردود الفعل الحوثي إذا هذه المطالبات والحملات المتعاقبة عندما تشاهد ردة فعل القيادة الحوثية الموضوع هذا يؤرقهم يبدو أنه حتى هناك ضغوط دولي بهذا الموضوع علينا أن نستغل مثل هذا كما أطلق الهاشتاك الأخير ولقى صدا كبير هنا على الأقل سيتفاعل مع كل الموظفين الموجودين في منطقة صدقة الحوثية سيطالبين بمرتباتهم عليك أن تثير هذه القضية أن تثير جدالها أن تثير الجدال مع المنظمات الدولية أن تقوم بالتفاعل مع التحالف لا بد أن موضوع المرتبات مادم أنت الآن تأخذ كل الإيرادات لماذا لا تعطي الموظفين وهم يعملون لديك ويعملون لك الغريب بالموضوع أنه هناك وثائق تخرج قيادة الحوثية والوزراء وقياداته يستلمون مرتبات ويستلمون أموال وبدل انتقال ومواصلات وكل المستحقات يستلمونها لكن الموظف لا يستلم هنا على الحكومة وعلى يعني نستطيع أن نقول أن يتم عمل لوبي بموضوع المرتبات هذا الموضوع حتى أنه خطاب لعبد الملك الحوثي يعني يندد موضوع المرتبات بأنه لن يقوم بصرفها الموضوع هذا يؤرقهم بشكل كبير يتم الضغط على هذا الموضوع لأنه لا مبرر لا مبرر بالمطلق للحوثي أن لا يقوم بصرفها المرتبات هو الآن يختلفون على مجرد مصطلحات الحكومة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة تقول كشوفات 2014 هو يقول موازنة 2014 هنا الإختلاف هو يقول أنا أصرف كم كان إجمالي مرتبات في 2014 سأقوم بصرفها لكن لا أكون منزم بكشوفات 2014 لأنه قد قام بعملية إحلال قد قام بعملية إحلال كبيرة طيب عملية الإحلال والإبدال هذه من وجهة نظرك في حال ما إذا تم أي تسوية لاحقة كيف ستكون خاصة وأن هناك من أقصية من عمله هناك من همش هناك من أبدل وهناك من قضى نحبه هنا أو هناك هنا قانونا لو جاء القانونا لا يجسل لحق أحد أن يحل مكان أحد يعني هنا إذا أتينا القوى لكن هنا يبقى على مهمة التفاوض عندما نصل إلى تسوية معينة كيف سيكون التفاوض أو كيف يطرح لكن المرتبات بموجب كشوفات 2014 حقه مكتسب لكل من ولد اسمه بالكشوفات ويعني سواء كان متواجد داخل مناطق سلطة الحوثي أو من ضمن النازحين نحن نتكلم على أغلب كثير من الموظفين نازحون وأصبحت مرتباتهم حق مكتسب وبدين على الحكومة أي حكومة قادمة سواء الحكومة الحالية أو بعد التسوية حتى الحكومة حكومة الشرعية ألا ترى بأنها مجحفة اليوم بحق الكثير من الموظفين في قطاعاتها الخدمية خاصة أن هناك يعني ثلة من القوم يستلمون وآخرون تم إقصاؤهم كذا بشكل أو بآخر يعني كيف تقرأ هذا التعاطي؟ للأسف حتى الحكومة الشرعية أو بعض القائمين الحكومة الشرعية ما زالوا بمنظور ما بعد 2011 لم يخرجوا منه ما زالوا في منظوره هنا يعني بعض أنا أعرف أشخاص كثير يعني ما يستلم من ثلاثة إلى أربعة مرتبات في نفس التوقيت مرتبات من التحالف مرتبات من الإمارات مرتبات من يعني من من جهة معينة مرتبات من الحكومة بدل الانتقال هذا يعني ما زالوا يسترمون بينما كثير من الذين نزحوا من مناطق الحوثيين خاصة بعد ديسمبر يتم إيقاف جميع مستعقاتهم هنا ما زالت الحكومة قاصرة يعني ما زالت حكومة يعني حكومة مأزومة كما نقول ولا تمثل كل اليمنيين